استقبال البعثة طبعاً يعني الورود الحقيقة وده طبعاً كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الآلي ومعه طبعاً المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الآلي في الرحلتين سواء المدالية البرونزية في كأس العالم أو فارس في الإمارات والسوبر وبإذن الله نحاق السوبر إن شاء الله انت كان الله في عون الناس يعني سواءً إدارة النادي الآلي أو اللاعبين أو المنظومة كلها يعني مفيش نادي تحس إنه هو طول الوقت في هذا الكمل بالضغوط ده انت طالع من السعودية على الإمارات لدرجة يعني انت لو جبت لك الصورة وانت مش شاف هي فين طب دي في السعودية في الإمارات من أي طيب يعني طبعاً مجهود ومسئولية قسامة كبيرة جداً وأكيد أهداف لأن قدر النادي الآلي زي ما احنا بنقول إنه هو طبيعي ممكن بطولة أو برونزية زي اللي حصلت دي فيه أندية قسامة في مصر لو حياة الإنجاز اللي هم بيسخروا منه دلوقتي البعض بيقلل منه وللأمان أنا بكون مشفق عليهم والله يعني أنا شاف فيه ناس ممكن تقولك احنا قفلنا خلاص اللعب طبعاً أنا فاكر فيه ناس كان بتقولك خدنا السوبر الإفريكي خلاص مش عايزين حاجة تخيل الناس دي خدت برونزية تعلم الأندية قال لك خلاص احنا حلوة كده نقفل وشكراً مش عايزين نلعب كرة تاني انت بص بص الحالة اللي انت فيه طول الوقت المشكلة فاكر احنا قلنا في الإنترو ايه ان احنا سهلنا الأمور على الناس والله يا العظيم انا معارف دي حاجة مفترض تحسب للأهلي ايه بتحسب عليه والله بتحسب عليه بص دايماً هيقولك كده اللي على البر عواق اي حد فاكر ان هو حيقدر يروح يجيب برونزية طب ما هتاخد مثلا بطولة أفريقية عارف فاكر الكلام كمان تحاول لما انت بلاقي تصل لنهاية أفريقية واتحاق البطولة قالك لالي حاول بطولة لدورة رمضانية طب يا جماعة هو اشمعنا طب انت فين في الدورة الرمضانية بالزبط ما ما تدخل وردينا في الدورة الشعبانية طبعاً يعني كابتن محمد الشناوي واللقاطات الحقيقة يعني محتاج وقفة بل وقفات كابتن محمد الشناوي هل يدي الناس كلها اه بنقوله كل سنة وانت طيب وناس بتعيد ميلاده اللي الحقيقة كان احتفال يعني في الباص كده والاحتفال تم تأجيله لما بعد البرونزية وده طبعاً يعني احلى برونزية والحقيقة دوره مؤثر جداً في البطولة زي دور اللعبين ياسر ابراهيم فارس قدم بطولة يعني مختلفة تماماً هنوقف رجل من رجال المباراة انت طبعاً بص أسامة كل الناس للأمانة يعني امام عشور خلاص خرق تاقته برضو من الناس اللي هنوقف عندها عمل ماتش عظيم اكيد مش ماتش بس انا شاف ان الراجل مظلوم جداً ومن الناس اللي هي يعني مش وغدة حقها واعتقد في كلام معلب عليها اللي هو بمعنى ايه أسامة الراجل تيجي تلعيب يقولك يعني امام عشور مش عجبنا الفترة دي امام عشور يا جماعة انا عايز اقول حاجة دي حقيقة بقى اللي عايز يدور وراه يدور امام عشور هو من افضل لو حقول ثلاث لعيبة في الاهلي من بداية المسم ده امام عشور هو يؤخذ عليه فكرة ان هو بيحسب ان انت الفترة اللي فاتت عندك شكل من اشكال التراجع فكان الراجل بيشيل الليلة اللي هو ايه يعني زي ما بتقال كده بالبلد ما علعفش اللي هو يلا انت عندك تراجع وعندك كذا فحط امام عشور مرة وش وحش مرة كذا وهذا الراجل رد يا أسامة رد في البطولة ورد في الملعب وتكلم يعني ايه وش وحش وتكلم يعني ايه الراجل ده انا بشوفها جماعة كهرباء وامام عشور وبقولها للمرة المليون هؤلاء اللعيبة بيستهدف الاهل في صورتهم بتستهدف فكرة ان اللي حيخرج من اندية اخرى ما هو انا يا أسامة لما اجا سيب مكاني وقول انا بدور على مكان ده طبيعي المكان الاول هيحس انه هو في مشكلة وحيحس انه عايز يزبط بكل شكل من الاشكال ان لا انت خسرت لما سيبتني وعلى فكرة ده شعور طبيعي احنا كنا لما رمضان خرج بنقول لا رمضان انت خسرت طبعا يعني حاجة مشرفة جدا استقبال بالورود من دولة الامارات العربية طبعا بنشكرهم على كريمة ديبيس اللي لعيبة اللي لعيبة الستي كلهم راح تصوروا معي اللي لعيبة الستي تصورت معي نحط الامور في نصابها بعد ذلك لكن طبعا لقطت يعني من وصول بعثة النادي الاهلي والاستقبال بالورود وان شاء الله بإذن الله يعني نتوج في نهاية هذه الرحلة ببطولة جديدة تضاف لقدولها ببطولات النادي الاهلي لكن استكمالا لكلام فارس عن قصة امام عشور وكهرباء وتحديدا الرسالة اللي كان الاعلام الرياضي او بعض الاعلام الرياضي والله مش بعض ولا حاجة معظم الاعلام الرياضي شغال عليها فكرة اي لعب ينتقل من نادي الزمالك للنادي الاهلي يكون مستهدف ويبدأ السؤال هل حقق انجازات في النادي الاهلي وكان مستوى في نادي الزمالك افضل برغم ان المفترض السؤالي اللي يتسئل وتحديدا لو بنتكلم عن حالة امام عشور طبعا كابتن محمود الخطيب في الاستقبال بالورود لكن لو اتكلمنا يعني عن الاعلام والسؤال المفترض يتسئل عن امام عشور يتقال السؤال تحديدا هل امام عشور اثر فنيا في نادي الزمالك الاجابة اه قبل ما تسأل هو ادى اضاف فنيا للنادي الاهلي ولا لا خاصة لما يكون السؤال موجه لعضو مجلسط دارة في نادي الزمالك كل مرة بيتم تكرار السؤال امام عشور في الاهلي افضل ولا في الزمالك افضل لا يا عم قلله الاول امام عشور اثر فنيا في الزمالك هتلاقل الاجابة واضحة ايوى طيب امام عشور اختار الاختيار الأمثل. الإجابة أكيد رد عليها إمام عشور في الملعب. الرجل أول مرة في حياته بياخد مدالية برونزية. أول مرة في حياته بيقرم في حاجة عالمية. طبع. يعني الفرق والنقلة مختلف يا جماعة. مودست التالة داي لعبهم في مدالي الأندية خاد برونزية. ده النادي الأهلي. فبالتأكيد أي لعب هيختار وجهته النادي الأهلي تأكد وانت مغمد كده. اختار الاختيار الأمثل. الاختيار اللي هيضعك فيه على منصات التتويج. الاختيار اللي هيحاول الخيال اللي انت مكنش قادر تعيش وتحققه على أرض الواقع هيحاوله واقع. ودي إمام عشور والورود واللقاطات التسكرية وكوكا فارس ومفاجئة البطولة. طبعا. هي كوكا قدم بصراحة بطولة عظيمة جدا. يعني عارف انت من أشد المقتنعين بكوكا وانا أشاركا كذا الرأي. لكن بالنسبة لي كان مفاجئة وتحديدا في برات تحاد جدا. ومرسل كلر للأمانة. لعب بيه بشكل كويس جدا. كنا بنتكلم ونتخوف عن المرتدات على علي معلول. أفل المنطقة دي تمام. بص اوسامة أنا عندي حاجة كده في اللعيبة دايما ببص عليها. في اللعب الصغير الصغير سنن طبعا. أنا اللعيب اللي بيبقى طالع من تحت. وابدأ أحس أداءه الفني في الملعب أداء ناشئ. تأكد انه ده مش هتكمل مع النادي الآن. بالضبط. وتأكد انه على مدار سنوات كبيرة مش. آه ممكن يلعب في النادي الآن وممكن يقعد سنين. وارد. بس مش حيبقى سايب البصمة اللي هي يقدر يسيبها لعب كبير. كوكا. فروم داي وان من اللحظة الأولى. ده يا جماعة ثقة لعب في استلام في جوكر في توظيفه. في أدوات. يا جماعة كوكا بيلعب فريق أول 19 سنة. كوكا الناس ناسية. لعب مباريات كبيرة. ده مع حجم إنجازات. يعني يحلم بيها لعيبة بقالها 20 سنة بتلعب فريق. طبعا. فأنت بتتكلم كوكا كامبين. بصمته بينها. وبما إننا بنتكلم عن اللعيبة طبعا ياسر إبراهيم يا وثم. ياسر إبراهيم يا جماعة مع احترامي لأي لاعب في الدفاع في مصر. هذا الرجل ترك بصمة. أنا بقول لك هو والأيام ما بيننا. لن يكسرها مدافع في مدافع مصري. تلات. تلات.